كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة أطلقت بوابة إلكترونية يقوم المستثمر بتقديم شكواه من خلالها وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الوحدة المختصة بحل مشاكل المستثمرين تجتمع بحد أقصى كل أسبوعين حضراتكم تتذكروا أن كان هناك قرار بأن تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين والوحدة دي تحت إشراف المباشر برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية بالإضافة إلى الأليات الأخرى اللي موجودة ويمكن إحنا كنا حرصين إن إحنا بقدر الإمكان نعلن عن هذه الوحدة ونحاول إن إحنا نشجع كل المستثمرين إن هم يتقدموا عليها وأيضا بالإضافة لده يعني أطلقنا بوابة إلكترونية لنفس الموضوع علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصورة مباشرة يقدر من خلال هذه البوابة أيضا إن هو يتقدم بمشكلته إحنا من ساعة ما بدأنا هذا الموضوع طلقينا 1615 شكوى تم الحقيقة البت في 1260 شكوى منهم يعني 80% منهم خدنا فيهم قرارات نهائية الـ 1260 شكوى دول منهم ألف قرار اللي إحنا بتنا فيهم منهم ألف شكوى طلع القرار لصالح المستثمر ترجمة نانسي قنقر